عمدي فيه شايف كده على فيسبوك وشايف على كه فيه معارك جانبية مناش ايلازمة شايف كده حاجات بسيطة معلش يا ناسف يعني انا قاشف شايف حاجات سطحية وضحلة الوقت اللي انا فيه باتكلم مش عارف اتكلم على سد النهضة والبلاء اللي فيه واتكلم على ليبيا والبلاء اللي فيها واتكلم على الاخوان وعلى تركيا اللي بتعمله الاي الاهلي والزمالك وشغلين صراع قناة الاهلي وقناة الزمالك ونجوم الاهلي ونجوم الزمالك يا جماعة يعني هل هذا الوقت يناسب ويلائم ان يبقى فيه عندي معارة جانبية بهذا الشكل وقولك انا انا دي الاهل لا اهل احسن لا الزمالك لا دا الاهل دول جمهوره الترس اخوان لا دا الزمالك اللي هو بقع دا المستشار بالرؤيسنة الزمالك بيقول لا الكابت الخطيب بيقول وتلاقي دا بيتكلم ولا يستضيف واحد والتاني يقول له انت مش عارف ايه والتاني يقول له انت فوعي الفيك انت عيشة في السجن ايه يا جماعة اللي بيحصل الناس هتتحمل ايه ولا ايه البلد دي هتتحمل ايه ولا ايه كفانة تفاهة كفانة تفاهة كفانة سطحية كفانة ضحالة احنا دلوقتي عايزين ننسى كل هذه التفاصيل الصغيرة ونقف جبها واحدة امام وخلف القيادة المصرية في ادق فتراتها ارجوكم بقول لكل الناس كل هؤلاء الذين يمارسون تفاهات وسخافات مصر في لحظة دقيقة لا يمكن ان هي تتحمل سخافات هؤلاء ايه اللي بيحصل واحد عمل بينسخن والحق بينسخن لاتنين عشان يحصل ايه الجمهور الاهلي والجمهور الزمالك جمهور الاهلي مصريين وجمهور الزمالك مصريين والقصة كلها كورة القصة كلها كورة القصة كلها لعبة لعبة كورة اللي بيحصل في الاعلام الرياضي محتاج وقفة منضابطة اللي بيحصل في الاعلام الرياضي والله هذا الوقت وقت احنا فعايشين في قانون طوارئ لاني عندي جائحة عندي مصيبة عندي كرسة انبارح بتكلم على تطبيق قانون الطوارئ على المستشفات الخاصة لانهم بيبتزوا بعضهم بيبتزوا الناس في هذه الازمة النهاردة بقول عندي بور برضو لكل هؤلاء اللي بيسخنوا ما فيش حاجة اسمها اسم كبير واسمه صغير ما فيش حاجة اسمها ده فولان ده اللي بتكلم يبقى مسنود ما فيش حد مسنود في البلد المسنود المسنود بالقانون المسنود مسنود بالصح البلد دي مش هتعرف مش زي زمان لا مع هذه الدولة هذه الدولة دولة لا تعرف الان مراكز القوة ما فيش مراكز قوة في مصر فبالتالي كل واحد يعرف ان القانون والقانون فقط هو الحكم كفانة سخافة في مواضيع لا تمس ولا تساهم الا في تأجيج مشاعر سلبية في الدولة المصرية